شو ردت فعلك لما بتسمعي أشخاص بقولوا حرام مسكينة لسه بعدك شابة صبية عندك ولاد صغار أو البعض الآخر ممكن يستخدم تعبير سلبية يمكن في اشي غلط أو تعارفة اللي هي ممكن تجرح الإنسان شو ردت فعلك لهاي الكلمات حقيقة صرت أنا أبحث أكتر في الكتاب المقدس صار عندي إشي من جوي يدفعني أني أدرس الكلمة أكتر دخلت كنت قرأة صفر أيوب أكتر من مرة بس هالمرة يوم قرأت أيوب وتجربة أيوب بدأ أستفيد يا رب طب ليش سمحت في أيوب أكيد أنا بدأ أستفيد منها الله أدرس 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 ألاقي أنه مش زي ما الناس بيقولولي مثلا مش شرط أنه يكون عندك خطيئة عشان هيك أنت مرضت مش شرط أنه في أسباب للمرض يعني فدرست الكلمة تعزيت كان الرب عزيني من الكلمة نفسها يمكن مرات في الناس متعبين وكأنه بحسسوك بالشفقة بس صدقني يمكن الناس كانوا يجوا عندي حزنانين مسكينة لسه صغيرة في العمر دا تترك هالأطفال ولسه زوجة صغيرة بس أنا جواي كنت أقول ليش هيك بيحكوا طب يعني هدول مفروض يعني يكونوا عارفين أنه أنا إذا موتت أنا رايحة عند الرب أنتوا إحزنوا عحالك وما تحزنوا علي أنا عندي علاقة أنا رايحة للحياة الأفضل للكتاب المقدس بقول لا وجع ولا صراخ ولا حزن بالعكس حتى حتى راح يرجع جسدي كامل حتى ابني الصغير يوم ما شاف رجلي مقطوعة أجعل مستشفى فرجيتهم رجلي وشرحت لهم الوضع وهيك بقول لي ابني ماما مبروك بقول له ليش بتقول لي مبروك حبيبي بقول لي ماما إذا متي رح يسوع رجعلك إجرك في السماء لأنه مكتوب أنه جسدنا رح يرجع كامل فرح يعطيكي جسد جديد